بعد أن نعكس الفساد على مستوى الخدمات في المحافظة طالب أهالي ديالة بتفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتفعيل مذكرات القبض بحق من تورط بهجر المال العام من خلال عمليات الفساد المالي لا سيما بأن دور اللجنة غير مفعل بالمحافظة نحن نطالب تفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة الفساد في محافظة ديالة وتنفيذ مذكرات القبض بحق الأشخاص الذين عملوا فساد إداري وفساد مالي في محافظة ديالة ونحن كلنا اليوم نرى دور اللجنة فعال بغير المحافظات ولكن للأسف الشديد في ديالة لحد الآن لا لها أي دور هذه مطالبتنا تأتي من الحرص على وضع محافظتنا وعلى المشاكل اللي بيها لذلك نأيد هذه المطالبة ونشد عليها ونطالب بتفعيل دور اللجنة بشكل فعال وقوي من أجل محاربة الفساد المفسدين موجودين بالمحافظة الأهالي الذي اتقتهم عدسة التغيير اعتبروا ملف الفساد أشد خطورة من ملف الإرهاب لا سيما بأن الفاسدين يسرحون ويمرحون بطول البلاد وعرضها بدون حساب أو عقاب والإجراءات بحق المفسدين لا تشفي غليل الشعب المتضرر منهم سيما وأن المطالبات مستمرة بتحريك ملفات النزاهة بحق من أهدر المال العام اليوم ملف الفساد يعني هو الأشد خطورة من ملف الإرهاب لا سيما أن الفاسدين اليوم يسرحون ويمرحون في عرض البلاد وطولها دون حساب أو عقاب ولهذا نجد أن هناك إجراءات مخففة خاصة إذا هناك ملفات محركة ضد هؤلاء الفاسدين نجد أن هناك عقوبات مخففة جدا يعني لا يمكن أن تهز أركان الفاسدين بالتالي هناك مطالبات كثيرة من أهالي محافظة ديالة في ضرورة يعني مكافحات وفي ضرورة تحريك ملفات الفساد وتبقى مكافحة الفساد في العراق تصريحات رنانة وإجراءات هزيلة ويرى مراقبون بأنها مجرد محاولات لتبيض الوجوه بعد سنوات من الإهمال وغياب الإجراءات الحقيقية لمحاسبة الفاسدين من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية تحريب في طريقة الفضائية طقديم خلق